اشتركوا في القناة ايه الرقم العجيب ده؟ نفس التركيبة اللي انا قلت حضرتك عليها اللي هو شكل بتاع الاصوات الانتخابية المتوقعة ما بين اصوات موجهة واصوات سائلة او اصوات تسمى سوينجينج فوترز الرقم اللي كان متوقع يروح للاخوان نصا هو كان هذا الرقم لان كان التقدير الاولي لعدد الاخوان وحوالي 250 الف لنص مليون بما يسمى بمحبيهم بمتعاطفيهم بهم كلهم ووفقا لادبياتهم كما سمعتها من بعض اللي كانوا بيشتغلوا في هذا العمل يعني تنظيمية معهم لكل منهم ما يسمى زمام انتخابي زمام انتخابي يعني كل واحد يجيب عشرة وبالتالي رقم هو نص مليون يساوي خمسة مليون وحنا منتكلم هنا على سقف الحالة الاخوانية يعني ده رقمهم ده سقف الحالة الاخوانية بسهما في الانتخابات جيبوا اكتر مكان لان كان في ناس بتصوت تصويت عقابي ضد النظام القديم في انتخابات برلمانية انما احنا هنا في مجلس الشورى عشان حضرتك تبع عارف اجمع حضرتك الارقام اللي راحت متوقعنا راحت من السلافيين للدكتور مرسي لا مجلس هو انتخابات مهزلة كده لا اصلايا بس هو ده العدد المحشود هو ده العدد الذي يحشد في الانتخابات العدد اللي بيتحشد لا يزيد عن 6 ل 7 مليون الـ 6 ل 7 مليون هم دول اللي تقريبا راحوا ما بين ده رقم الاخوان ده رقم الاخوان يضاف اليهم جزء من رقم السلافيين لو اخدنا جزء من الراحل الدكتورة بالفتوح لا وفي جزء من السلافيين مع الاخوان مثلا مش صورة السلافين مع بالفتوح بفعل وحضرتك اشرته هو كمان اكدت المعنى ده انه هو كمان جزء لان حزب النور هو اللي راح مع بالفتوح انما بقيت لفيه طيارات سلافية كتير بالفعل كانت مع الاخوان وعشان كده احنا ده اللي بنقوله هو سقف الاخوان بالفعل من 4 ل 5 مليون هو الحقيقة انه جاتني معلومة الوقتي قالت هالي هيبة انه الاخوان حد كلم من عندهم وقالوا ان الكلام اللي قاله احمد بركة مش يعني مش مش ملزم ليهم اطلاقا ده كلامه هو الشخصي وانه هم هيعملوا اكتر من مبادرة في الفترة اللي جاية عشان خاطر يجمعوا القوى الوطنية بحيث انه كلها تشارك في الانتخابات وده اعتقد شيء جميل جدا ويريد تشترح لي ممكن الاخوان يعملوا ايه يعني دلوقتي محمد مرسي في المقدمة لكنه مش في المقدمة اوي اصوات 120 الف يعني يروحوا في ثانية خاصة ان لو جينا بصينا اصوات عمر موسى لو نزلت هتبقى لحمد شفيق اصوات حمدين وعب الفتوح مش كلها هتروح لمرسي فبالتالي ممكن شفيق يعلق اوي ويعلق عن مرسي فلازم يعملوا هم الشيء من التقوافق الوطني بحيث انهم يدوموا طهر من هنا وطهر من هنا تنصحهم بايه يعني نصحهم بانهم ايه اللي ممكن يعملوا في الفترة القادمة بحيث انه يعمل هذا التوافق طيب يعني مبدئيا كده صدقا مع النفس والحاجة اللي حضرتك يمكن اخدنا فيها وقت في الاخد والرد فكرة ان في عندنا طيار يسمى محب للثورة وطيار كان يرى ان الثورة شر لو حسبنا مجموعة الناس اللي ترى ان التغيير ضرورة وواجب جمعناهم كده اده كم في المية من الاصوات حنلاقي 80 في المية من اللي صوته باللده الاخوان باللده الغير الاخوان والاخلد علي وسلم العوة يوصلوا 80 في المية اذا استثنينا الاصوات اللي راحت للسيد احمد شفيق انا عايز بس نبتدي بالنقطة دي ان على اساس شرح اللي الدقة دي ايه اللي تستثني احمد شفيق احمد شفيق لا يمثل يعني اللي حيروح يدي سطر احمد شفيق هو ليس محب للثورة ولا محب للتغيير الثوري مش كده ولا ايه اه تمام هذا راجل ضد الثورة يبقى دول 20 في المية دول 20 في المية من مجموع الناخبين او منقدر نقول ممن يمثلوا الحالة الحية في المجتمع المصري اللي هو عايز يتفاعل يعني طيب ففي عندنا 80 في المية نقدر نحسبها بشكلة او باخر بتمثل الطيف الثوري في مصر من اوله لاخره اه بما فيهم الاخوان بما فيهم الاخوان دي حزب دقيقة دي حزب دقيقة اه بطبع الاخوان ثوريين الاخوان كانوا جزء من الطيف الثوري جزء كبير ما فيش كلام وهم جزء من الطيف الثوري كانوا في بعض الاحيان بيخرجوا من طرف الطيف الثوري كده الى المحافظة يعني كانوا بيبقوا اميل الى حالة المحافظة اخطأهم لتوقفنا عندها كثيرا وانا اخشاها وارعبتنا وممكن تعملينها مشكلة الخطأ المميد بقى في الجملة اللي حضرتك ذكرتها ان تختزل او تبتزل كلمة توافق وطني الى تكتيك انتخابي يعني الاخوان لما استخدموا كلمة التوافق على انها هي حاملة ورافعة للوصول الى مكتسبات سياسية حصل اللي حصل على مدار الخمستاشر شهر وفرقوا الصف الثوري ودفعنا ودفعوا تمن معانا ورجعوا للصف الثوري بعد فوات الاوان فانتهى الامر الى ان لما استخدمت فكرة التوافق الوطني واللوحنى الوطنية كتكتيك سياسي او انتخابي بتنتهي بينا في النهاية الى نوع من انواع الخطر علينا جميعا وكلنا بندفع تمن فادع وبالتالي انا طلبي من هنا للاخوان او لغير الاخوان لا انا الوقت بنكلم عن الاخوان لان ما فيش قوة دلوقتي موجودة كويس نستطيع ان ننضم اليها جميل ونمشي في الانتخابات في مقاومة النظام القديم جميل الا في الاخوان كويس ان احنا نعيد تعريف مرة تانية اذا كنا كلنا عايزين ننتمي لهذا الطيف الثوري او طيف التغيير للمستقبل الافضل يبقى كلنا في هذا الطيف متساوين يعني محدش يتصور ان له ميزة بسبق انتخابي يعني السيد محمد مرسي اذا اراد الاخوان من خلاله من خلال ملف الرئاسة ده انهم يجمعوا الصف الوطني تاني ياريت ما يقدموش نفسهم على ان هم فازوا وبيقدموا لبقية الصف الوطني من باب يعني الاريحية انهم بيقدموا ما ليس ملزما له لا الصف الوطني كله ملتزما بفكرة الوفاق الوطني الوفاق الوطني ليس اختيارا الوفاق الوطني زي ما بيقولوا حياة وموت المصلحة الوطن كله والمصلحة هؤلاء جميعا لان هرجع اقول مرة تانية وقلتها مع حضرتك قبل كده معظم من موجودة على الساحة من النخبة الان هي نخبة ماضي ونخبة الماضي هيتم احلالها شئنا ام ابينا نخبة المستقبل للثورة دي يعني اوجادتها بتتشكل في رحم المجتمع هي بتعمل نفسها مكان لو فضلت نخبة الماضي بامراض الماضي اللي هي فكرة الانكفاع على الزات انكار المسئولية واثبات الزات الرغبة في استخدام كلمة توافق ووفاق لان دي على فكرة دي مش حالة حصلت في السنة ونص اللي فاتوا دي بقالها في مصر على الاقل اكتر من عشر خمستاشر سنة وكان المستفيد الاول منها نظام مبارك نظام مبارك كان دايما فشل الحالة السياسية المصرية في انها تتوافق لان الوفاق بالنسبة له ومسألة حياة وموت كان دايما يستطيع من خلال تفتتهم والصفقات الموازية عند دا وعند دا ان ينتهي بيهم الى حالة من حالات يعزان اقول يذهب بريحهم كده يكونوا في الاخر بلا قيمة احنا دلوقتي قدام لحظة تاريخية تانية حتى حقول يعني اصدقائنا واخواننا في الوطن في الاخوان حتى وإن قدر له ان وصل السيد محمد مرسي دون احداث حالة من حالات الوفاق الوطني يعني قدر له هذا لأسباب اجرائية بحتة ان الناس عزفت عدد الناس اللي هتنزل قل لأي سبب من الأسباب وارد 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 وده وارد ومسلهم الخمسة مليون بتوعهم حينزلوا حينزلوا وحينزل معهم اثنين مليون كمان حيأتوا من الجانب السلفي يعني احنا نتكلم سبع مليون اه تحية شبه مضمونين من ستة لسبع مليون هو ده العدد المضمون في المرحلة القادمة للمرشح الاخوان دون ممكن ما حصلهمش دكتور شفيق ممكن السيد احمد شفيق ما رشحهمش بس هذا لا يعني ان ده يحل وبرجع اقول هنا تاني يحل الاخوان من انهم ملتزمين هم او اي فصيل وطني في مكانهم عشان ما حدش تكرر انا بتكلم عليهم في هذه اللحظة احنا بنتكلم عليهم لانه قدرهم وقدرنا ساقنا انهم يكونوا موجودين في هذه اللحظة بهذا الشكل انهم في هذه اللحظة هيكونوا مسؤولين عن احداث الوفاق الوطني مع بقية الاطراف الموجودة خارج العشرين في المية التي اتت بهم انا بأكد مرة تانية هم ليسوا في كل الاحوال هم او السيد احمد شفيق او حتى لو السيد حمدين صباحي اتى هو ليس مرشح الاجماع الوطني لو اتى الدكتور عبد منعب الفتوح بالارقام اللي احنا شفناها هو ليس مرشح لا الاجماع الوطني ولا القبول العام هم في احسن الاحوال مرشحي كتلة صغيرة من المجتمع المصري الفارق الوحيد ما بين مرشحي التغيير اللي هم بيميله للثورة او الاخرين الاكثر تحفظا ان مرشحي التغيير منفتحين على بقية الاطياف عندهم على الاقل قدر من الاقرار بان هم مش اصحاب الحالة ما عندهمش اسباب تاريخية بتقولوا الله احنا كل الحالة وبالتالي المطلوب مننا جميعا ومن الاخوان اولا بما انهم حيكونوا في هذا الموقف ان يتقدموا الى حالة او الى خلق هذا الوفاق الوطني على اساس انه ضرورة وطنية وليس على اساس انه تكتيك انتخابي لو صنع انه تكتيك انتخابي وانتهى الى اي نتيجة انتهت بنجاح مرشح الاخوان او عدم نجاحه في الحالتين سيصبح الامر في منتهى المرارة لان ده حيشق الصف الوطني مرة تانية الصف الوطني حيفهم مرة اخرى ان الصفقات تعقد باسم الوفاق والتوافق لاجل مكتسبات سياسية ثم نشق الصف الوطني اول ما المكتسب السياسي يحدث وده اللي حصل قبل كده ده غير مقبول لا من فصيل اخواني ولا من فصيل غير اخواني الوفاق الوطني بالنسبة للمصريين الان هو مسألة بقاء او لا بقاء احنا نتكلم فعلا على صراع بقاء صراع وجود مش مجرد صراع حدود انتخابية وسياسية صراع وجود بمعنى ان المستقبل حيوجد وحيوجد بشروطه وده لانا بدأت به بعد حضرتك في الاول الرئيس القادم يطلع مرشح الاخوان او غير مرشح الاخوان مطلوب منه ثلاث امور او اربع امور في الحقيقة يعني لازم يكون حضرتهم نصب عيني الامر الاول مش هنقولهم بان يكون كذا بقاء لا يكون كذا بقاء لا يكون صدامي